هنروح ليه حاجة تانية بقى خالص هنروح لمنتخب كرة السلة طبعاً أنا من الناس اللي مثلت منتخب مصر 18 أو 19 سنة على ما تذكر أنا بدأت يعني حوالي سنة 92 تمثيل منتخب مصر وآخر حاجة مثلت فيها مصر تقريباً 2009 أو 2010 فيعني تقريباً 16-17 سنة منتخبات مصر فالحقيقة أنا عرف يعني إيه اسمه منتخب مصر ويعني إيه أفريقياً كان منتخب مصر منتخب يخوف حتى كنا يوم ما منوصلش سيمي فاينال منبقى زعلانين منبقى متدقيقين طب أنا بقولي الكلام ده منتخب مصر الوقت يبلعب بطولة أفريقيا في رواندا بطولة أفريقيا دي غير مؤهلة للأمبيات ولا لكأس العالم ولكن هي مهمة في إيه؟ مهمة في الترتيب الأفريقي الرانك بتاعت ترتيبك ترتيبك ليه مهم؟ لأن أنت عندك من شهر 11 تصفيات كأس العالم بناء على المطشات دي هيتم وضعك في لفل 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 هتفرق فيه هتفرق كتير هتفرق أنت يبقى معاك في مجموعتك في لفلسفات كأس العالم يبقى معاك فرقة جامدة واتنين ولا ما يبقى معاك في فرقة واحدة طيب وده أكبر دليل أن البطولة دي بيشارك فيها كل المنتخبات بالفريق الأول بتاعها مدججة بالنجوم طيب منتخب مصر لعب أول مبارياته مع وسط أفريقيا ونجحنا أن احنا نكسب فرق 16 نقطة وده كان مطش العبور بالنسبة لنا وعملنا مطش كويس تقلق فيه لعبة النادي الأهلي خاصة إيهاب أمين دي طبعا صور من المطشات ونجحنا أن احنا نتخطى جنوب أفريقيا في قولها مبارياتنا في 16 بونت يعني المباراة كانت ماشي يعني في الأول كلوس جيم وبعد كده فرقنا في الآخر نتيجة طبعا أن احنا بنضم مجموعة من لعبين جيدين وكابتنا أحمد مرعب أمانة قاد المباراة في أول مباراة جيدا جدا جينا على منتخب تونس أنا عايز أقول حاجة جمعا منتخب تونس 21 سنة مكسبش مصر في أي بطولة رسمية حتى في عز منتخب تونس منتخب تونس من أيام ما أنا كنت بالعب حتى الآن حتى البطولة اللي كانت من 4-5 سنين اللي نجحنا فيها نتأهل كاسة العالم كسبنا تونس وكانت تونس ساعتها حامل لقب بطولة أفريقيا كانت من 8 سنين بالزبط من 8 سنين 2013 صح؟ 2013 كسبنا منتخب تونس في دور ال-16 بالرغم أن احنا في المجموعة كنا رابع وقابلنا أول المجموعة الثانية تونس وكسبناها فتونس احنا طول عمرنا أشققنا وحبايبنا بس كعبنا عالي عنهم من أيام ما أنا كنت بالعب للأسف خسرنا من تونس في مباراة كنا كسبنين فرق 19 بنت في أولها فطبعا كان خزيمة غريبة شوي إن احنا يحصل يعني انهيار شديد كده ونخسر في المباراة في الآخر حوالي 7-8 بنت فكاد دي مفاجأة بالنسبة لنا يعني في أول المباراة قلنا خلاص دا المباراة مشت بشكل يعني جميل طيب دي بالنسبة لمباراة طبعا تونس نخش على مباراة غينيا وهي المفاجأة الأكبر والأعظم في تاريخ السلة المصري غينيا من 36 سنة لم تفز في أي مباراة في بطولات أفريقيا آخر مباراة فازت فيها غينيا في بطولات أفريقيا كانت 1985 هيسة من السعيدة بيولك لاندا؟ مش هيسة من السعيدة بيولك كلام دا الاتحاد الدولي لكرة السلة قال الكلام دا على موقعه الرسمي وتمنى يا جماعة لو تقدروا تحطونا اللينك دا طيب 1985 آخر مباراة فاز فيها منتخب غينيا ضد منتخب كينيا تمام طبعا دي احتفال منتخب غينيا وعلى فكرة اللعب رقم 10 دا ما كانش بيلعب المباراةين الأواهي اللعب رقم 10 دا حط في مباراة 22 نقطة وبالمناسبة هو جيه ليلة المباراة وجيه بصحبة رئيس الاتحاد الغيني وإحنا مقدرناش قوة هذا اللعب حط فينا 22 نقطة وجيه بصحبة اللي هو رئيس الاتحاد 1985 36 سنة منتخب غينيا لم يفوز بأي مباراة في بطولة أفريقيا يروح يخسر الأربع مطشط ويروح فاز على منتخب مصر ودي طبعا كانت مفاجأة وكل متابعين كرة السلة في أفريقيا والعالم العربي مش مصدقين تونس كسبت هذا الفريق فرق 30 نقطة خسرنا منه للأسف فرق 8 نقاط والفرق وصل في وقت من الأوقات 16 نقطة الغينية دي كانت المفاجأة الكبرى طب هتقولي يا كابتن طب مصر ما عايش مجنس يا جماعة طبعا أنا بتفهم أن كل دولة من الدول جايبين لاعب جنسيته الاتحاد الدولي بالمناسبة عن يلاعب مجنس الاتحاد الدولي فتح أو سمح في لايحته أن أنت تستعين بلاعب غير جنسيت بلدك في المنتخبات عشان إدي نوع من أنواع الكم ولكن إحنا دولة 110 مليون نسمة إحنا دولة شبة إحنا دولة 110 مليون نسمة مش محتاجين نجنس لأن عندك كفاءات ولعيبة وتقدر عندك قاعدة تزود القاعدة إحنا اللي نصدر وعايز أقول أن الدول اللي بتستعين بتبقى دول يا إما دول فقيرة يا إما دول عددهم قليل يا إما دول التعداد السكاني بسيط صغير فبيضطر يستعين ناما مصر إحنا مش محتاجين عندنا ملعيبة على أهل مستوى الحقيقة بدليل إن إحنا تونس تلعنا على 20 مون ولعب معهم مايكل كورس اللاعب مايكل رول اللاعب الأمريكي المحترف في إيطاليا واللي بلعب معهم بلعب مع تونس ده اللاعب المجنس إذن موضوع التجنيس ليس مبررة نهائية طب إيه اللي تم في المجموعة اللي تم في المجموعة إنه طبعا بعد إخسارت منتخب مصر من غالية شقلبة المجموعة نهائية قدت أمل لوسط أفريقيا إنه يتأهل وتونس أهدت مصر بطاقة التأهل بعد فوزة على جنوب أفريقيا مبارح بفرق حوالي 16 نقطة 13 16 نقطة يعني أفريقيا الوسطى كان المباراة كانت طبعا أفريقيا الوسطى نزلت ميتة على الماتش لأنه لو كسبت تونس هتتأهل أول وتونس تاني غنية تالت وإحنا رابع فتونس ادونا بطاقة التأهل لدور 16 وعدل التاني المجموعة رجعتها الأصلاحة تاني بقى التونس الأول ومصر التاني غنية التالت جنوب وسط أفريقيا برا وخدنا طبعا التأهل طب إيه الوضع اللي جاي؟ الوضع اللي جاي أنا بس قبل ما أروح للوضع اللي جاي في دور 16 عايز أتكلم على حاجة برضو أنا شايف إن هيك أتنحتاجها برضو نظر هل يعقل لمنتخب مصر يروح منطقة أفريقيا بدور رئيس بعثة؟ يعني أنا عرفت من خلال المشاركين هناك إن كل منتخب تغريبا أغلب المنتخبات رايحة معهم رئيس الاتحاد لأن ده عرص أفريقي بتتقابل مع رئيس التحاد الدولي وتتقابل مع رئيس التحاد الأفريقي وسكرتير عام للتحاد الدولي وسكرتير عام للتحاد الأفريقي عرص كبير أفريقي لازم ده كل ما هو أفريقي هناك في كرة السلة والوقلاء اللاعبين وكل الدنيا هناك ينفع إن أنا أروح معيش رئيس بعثة عشان الانتخابات بتجرى دلوقتي طب ليه؟ طب ليه؟ يعني ده عرصي لازم أروح وهوطة علاقاتي مع ده ووطة علاقاتي مع ده وأستضيف ده وأتكلم مع ده وأعمل ووركشوبس ورش عمل مستقلة هنا وهنا وليه؟ وليه أروح كده يعني يدي حتى انطباع للدول الأخرى إن مصر مش جاية مركزة في البطول يعني فأنا عندي كومنت على ده وتعليق على ده طبعا أنا أصدقوني الانتقاط ده للمصلحة والله أنا ربنا واحد أعلم أنا اسمه منتخب مصر عندي رقم واحد وإحنا بديتكلم الكلام ده للمصلحة وليس أكتر اسم مصر اسم غالي جدا جدا طيب إيه وضعينا دلوقتي وضعينا إحنا تقهينا دور الستاشر أول المجموعة بيتقهل لدور التمانية على طول مفروض الأول بيقابل الرابع الأول بيقابل الرابع قال لك لأ ملوش مطش ملوش معنى أنت الأول بيكسب لأ الأول يقعد أربعة يام رايح ويلعب في دور التمانية على طول طيب والتاني والتالت يعملك رصات مع المجموعة مع بعض فمصر خدت تاني راح على المجموعة المجموعة اللي أصدها المجموعة اللي أصدها فيها مين؟ مجموعة النار لغاية مبارح ما كانتش معروف مين اللي أتقاهل منه فيها رأس الأخضر رواندا فيها أنجولا وفيها فرقة رعبة أو غندا تقريبا طيب المباراة هناك حصل حاجة غريبة جدا أنجولا خسرت من رواندا وخسرت من الرأس الأخضر بعد إكسراطايم وخسرت تابون يعني أنجولا خسرت مبارايتين ما تخسرهمش وانتوا عارفين يعني إيه أنجولا بالنسبة لمصر أنا لعبت أنجولا لعبتها سنين طويلة وانتوا عارفين يعني إيه أنجولا بالنسبة لمصر أنجولا بالنسبة لمصر زي يعني أهل وزمالك ديربي فأنجولا خسرت مطشين مع الرأس الأخضر وده يدلق دي قوة الرأس الأخضر وعندهم لعيف في الانبيا جامع جدا ورواندا صاحبة الأرض والملعب وعملين طفرة كبيرة جدا في كرة السلة فأنجولا خدت تالت بس مش تالت يعني أنجولا تستحقها تبقى أول تاني يعني كان في المجموعة دي اشتباك رهيب جدا لآخر مباراة بحدش عارف مين أول ومين تاني ومين تاني مصر هتلاعب أنجولا بدول الستاشر هتقول لي يا كابتن أنت بتقول لي كلام عكس بعض وخالص لأ إحنا زي كنا بنقول كلام بننتقد في وضع بس ده ما بيفقدناش الثقة في اللاعبين أنجولا دلوقتي ما بتعيش أزهع عصرها ليه أنجولا ما بتعيش لأن أنجولا عندهم أربع أو خمس لعبين فوق اللي أربعين سنة أنا لعبت معاه أنا لعبت معاه ومازالوا بيلعبوا حتى الآن منهم كارلوس مورايس ده أظهر مني بأربع خمس سنين ومازال بيلعب حتى الآن وفيه ثلاثة وكارلوس ألميضة ومجموعة من اللاعبين أنا لعبت قصادهم ولسه بيلعبوا إذن مستوى الأعمار عالي جدا إحنا مستوى أعمارنا قليل الحاجة الثاني أنجولا دفاعها ضعيف جدا أنا تفرجت على ما تشين بتوعها ضعاف جدا فنقدر منتخب مصر بالمهارات اللي عندنا نقدر اختراقاتنا تزيد ونتعب دفاعات أنجولا فمصر أقرب ما يكون أن هي تكسب أنجولا ولو مكسبناش أنجولا دلوقتي دي أكبر فرصة أن احنا نرجع نتسيّد تاني المشهد أن احنا لقى جماعة احنا كويسين ونقدر نوصل طب المشكلة بقى بعد أنجولا طريقنا مين طريقنا السنغال في دور التمانية السنغال في دور التمانية مدير الفني بتاعهم حسان إنضاي حسان إنضاي كان أحد اللاعبين السنغاليين في المنطقة الشرق الأوسط اللي عمله طريق كبير جدا حسان إنضاي لعبت قصاد والسنغال جاية بالفل فل تيم لعبة برشلونة لعبة الان باي لعبة الجماعات السنغال جاية مش بتهزر لأنهم عينهم على تصفيات كأس العالم هتبتدي في شهر نوفمبر تمام؟ فطبعا مباراة أنجولا بكرة إن شاء الله الساعة ثلاثة مباراة حقيقة ومطول غريبة إن منتخب ماس كورت سلا هي لعب أنجولا بكرة ومنتخب ماس كورت القدم هي لعب أنجولا الأربع مفرقة غريبة ما حصلتش أنا أتوقع عنها طول عمر اللعبت وما شفتهاش أنجولا هنلعبها بسكت بكرة وأنجولا هنلعبها بتصفيات كأس العالم بعد بكرة يوم الأربع كمان يومين فمفرقة غريبة جدا ونتمنى إن يبقى أسبوع خالص مصر يدد أنجولا وعايز أقول لكم إن في أنجولا لما بيبقى فيه مطش كورة سلا البلد كلها بتاخد أجازة كورة سلا لابا شابي القولها في أنجولا لما بيبقى فيه مطش كورة سلا في أنجولا أنا لعبت في أنجولا وعارف بتروح بتلاقي البلد كلها قفلة مفيش حد بيفتح وبيقودوا يتفرجوا على شاشات التلفزيون كأنه مطش كورة لأن لعبة الشعبية الأولى هي كورة السلا طيب في الآخر كلنا سكة في منتخب مصر وكل الدعم لمنتخب مصر وكل الدعم للعيبة ونتمنى منكم تفرحونا بكرة في أنجولا عشان على الآن نكون يعني زبطنا الكفة شوية وردنا الاعتبار لكورة السلا المصرية